اعلان الانتصار العراقي الذي صفق له العالم اجمع في حربه ضد التنظيمات الارهابية لم تغلق صفحات تداعية ويلاتها من خراب في البنى التحتية وشلال الضحايا والخسارات الاقتصادية تستمر انفاق الخراب الداعشي على الحدود العراقية السورية بتهريب المخدرات من سوريا الى العراق بحسب مصادر امنية تعقد بغداد مؤتمرها الاول بوعد رسمي اطلق حول حرب شاملة ضد المخدرات مثل ما صنعت بحربها على الارهاب الورقة التشريعية كذلك تسعى لاجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات حيث كان مشدد العقوبة بالسجن 15 عاما للمتعاطي بحسب القانون الذي شرع عام 1965 الا ان العقوبة باتت غير رادعة فيه بحسب قانونه الذي شرع عام 2017 اذ تقضي بالحبس من سنة الى سنتين فقط للمتعاطي العراق اعلن على لسان الحكومة وضع استراتيجية لمكافحة الآفة وانشاء مصحات لعلاج الادمان وتعاونا مع دول في المنطقة غير ان حقوق الانسان وخبراءها يؤكدون ان غياب الحقوق الخدمية وتوفير فرص العمل وانتشار الفقر والبطالة عوامل تضاف الى تهريب الآفة بانتشارها والتي تمثلت باعتقال 14 الف شخصا بين مطاعاط ومتاجر بينهم 500 من النساء والاحداث بحسب مفوضية حقوق الانسان في تقرير رسمي لها اعلن العام الماضي تنتشر الآفة في المدن الاكثر فقرا بنسبة تصل الى 70% بين فئات الشباب وفي العام الماضي اعلنت وزارة الصحة معالجة 4500 مدمر ومطاعط تراوحت اعمارهم بين 15 الى 30 عاما والاشد في المواد المخدرة انتشارا مادة الكريستال انتشار يوعزه مختصون لضعف الدولة ونفوذ عصابات مسلحة يؤكد هذا الواقع ما تنشره اجهزة الدولة الامنية من قبض بين الفترة والاخرى على الاف الاطنان من المخدرات لذا فان نتائج مؤتمر بغداد ووعود الحكومة باعلان الحرب تبقى مرهونة بقدرتها على تغيير معادلة افة المخدرات على المجتمع خلال المراحل المقبلة عبر تشديد الاجراءات الحدودية من جانب وتوفير حياة كلمة للشباب من جانب اخر اشتركوا في القناة